السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازاي اكمو عاملين ايه? ربكم بخير. في الفيديو بتعملها ده بازن الله متعلم ازاي نرجع الملفات المحزوفة من على جهاز الكمبيوتر بتاعنا حتى بعد ما حضرتك تعمل باستخدام اقوى البرامج المجانية اللي بتتيح لنا هزي الخدمة. لو حضرتك حابت تعرف. هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو للنهاية. الخطوة الاولانية اللي احنا هنعملها بازن جدا ان احنا نفتح المتصفح بتاعنا ونيجي في خامة البحث الشهرية. نضع فيها الرابط اللي انا ان شاء الله تركه لك في قلب سندوق الوصف بتاع الفيديو. نضغط على من لوحة المفاتيح بتاعتنا. وننتظر لحديث مصفحة البرنامج اللي احنا هنشتغل بتحمل. تمام كده? هيفتح معانا بسطورة دية. تمام? اللي هو برنامج اسمه ميني تول داتا ريكابري. تمام كده هو? هنبدأ نضغط على داول لود. تمام? وننتظر لحديث ما تبدأ عملية التحميل. كل اللي حضراتك هتعملها هتنتظر لحديث ما عملية التحميل تبدأ معك. زي ما حضراتك شايف كده عملية التحميل بدأت. هبدأ. اقفل بقى السفحة. مش محتاجها. هنتظر لحديث من البرنامج يتم تحميله. تمام? البرنامج برنامج صغير. هنحمله. ورد حضرتك اللي هنعمله مع بعض عشان نسطبه بطريقة سليمة. تابع معي الفيديو. من كده طبعا الملف تم تحميله. هنبدأ نضغط على اللي هو فتح المجلد اللي نزل فيه الملف. تمام? كده هو. هنلاقي الملف زي ما هو بستورة دية. هنبدأ ناخده على سطح المكتب. حضرتك هتعمله آآ تمام كده هو. هيزهر معنا بستورة دية. هبدأ اضغط عليه. واقول له نعم. تمام? هيفتح بستورة معي. هضغط على امي ستور. هقول له ييس. تمام كده هو. هو هنا في الوقت دهوت هيبدأ يحمل ملفات من على الانترنت في كل اللي انت مطلوب منك ان انت تنتظر لحدية ما الملف يحمل هذه الملفات. هوقف الفيديو لحين انتهاء تحميل هذه الملفات. وارجع ليه مرة تانية. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج بدأ يحمل الملفات اللي هو هيستخدمها من على الانترنت. كل اللي مطلوب من حضرتك في الوقت ده ان انت تنتظر. لحظات مع بعض وهينتهي وارجل حضرتك هنصطب ازاي. من كده يكون ينتهينا من تحميل الملفات بتاع البرنامج هيبدأ مباشرة في المرحلة التانية وهي عملية السطب. كل اللي انت هتعمله تنتظر زي ما حضرتك شايف كده بيعمل عملية آآ هننتظر لحدية ما البرنامج ينتهي من عملية السطب. وتزهر الايكونة بتاع البرنامج على سطح المكتب بتاع تعمل. لحظات بسيطة. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج آآ تنى تسطيبه وفتحت الصفحة بتاحته على الانترنت آآ وظهرت الايكونة المميزة بتاحته. طبعا البرنامج اسمه ميني توز باور داتا ريكافري. كل اللي انت هتعمله في الوقت ده ان انت تضغط على ستارت ناو. تمام? هننتظر لحديث من البرنامج يحمل معنا ويفتح. وبعد كده هنوره لحضرتك هنعمل ايه مع وقت? زي ما حضرتك شايف كده البرنامج فتح معي. ارى كل البرتشنات اللي انا آآ متوصلة آآ على دهاز الكمبيوتر آآ بالكامل. طيب انا هواري لحضرتك. انا دوقتي اعمل آآ موصل فلاشة على دهاز الكمبيوتر بتاعي. دي اللي هنعمل عليها التجربة. تمام? زي ما حضرتك شايف كده هنعمل الفلاشة واستعرض لك الملفات اللي موجودة لها. ايه موجود فيها ملف مضغوط ملف فيديو ملف وصورة. يعني كل انواع الملفات اللي ممكن تكون على دهاز الكمبيوتر بتاعك. طيب هعمل خطة رجوع الى الخلف. وابدأ اعمل آآ تهيئة للفلاش. بحيس انما امسح اللي كان موجود عليها مسح نهائي. يعني عملت لها عملية فرومات. هضغط على اللي هو تهيئة فرومات. هابدأ اعمل ابدأ واقول موافق. وانتظر الحديث ما يتم مسح كل الملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة. زي ما حضرتك شايف كده بيقول لي تم الانتهاء. من التهيئة. هضغط على. واعمل اغلاق. هارجع افتح الفلاشة بتاحتي. زي ما حضرتك شايف كده الفلاشة اصبحت ازل مجلد ثارد. يعني مهدة التخزين بتاع الفلاشة موجود عليها اي حاجة. طيب انا عايز بوقتي رجع الملفات اللي انا كنت احضرت على الفلاشة وعملت لها عملية فرومات. هارجع مرة تانية للبرنامج وابدأ احدد اللي هي الفلاشة بتاعتي. الفلاشة بتاعتي طبعا زي ما حضرتك شايف كده. هي ستاشر جيجا. بس هي طبعا بتبقى مقرية اربعتاشر. هابدأ اضغط على اسكان. كل اللي انت هتعمله في الوقت ده هو ان انت هتنتظر. هي تبدأ عملية الاسكان. هتنتظر الحديث ما يتم استعادة الملفات اللي كانت موجودة على الفلاشة بتاحتك بالكامل. آآ عملية المسح للفلاشة بدأت فهو ده وقتي حوالي خمسة في المية. آآ بيقول لي ان انا لقيت اربعة وعشرين ملف. آآ اتحذت من على الفلاشة. هوقف الفيديو عشان ما تقولوش عليك وارجع عليك مرة تانية بعد انتهاء المسح ونشوف هل آآ البرنامج تقدر ان هو يرجع الملفات اللي انا عملتها فرومات من على الفلاشة ولا لأ. تابع معي الفيديو لنهاية. زي ما حضرتك شايف كده معي. البرنامج انتهى من استعادة الملفات اللي موجودة على الفلاشة. لو انا ضغط هنا كده على واحدة التفزيم الجديدة. وابدى انزل عند حاجة اسمها اللي هي هيبدأ يقول لي اللي هو الملفات اللي كانت مفقودة على الفلاشة ورجعت. آآ لو انا ضغط على برضو هيبدأ يظهر لي الملفات اللي هي رجعت. تمام كده هنضغط هنا. تمام. ابدأ اضغط عليهم واحدة واحدة. هيظهر لي كل الملفات اللي كانت موجودة. تمام كده? فانا هدأ احدد له اللي هي الملفات اللي انا عايزة رجعها. على سبيل المسال هنا. انا ضغط اللي هي عند عشان اولاد حضرتك مرة تانية. اللي هي عند شايف حضرتك? عند رو فايلز. هنا اذكر لي ان في مئة وعشرين ملف تم استرجاعه. فانا عايزة رجع ملف اللي هو الوفيس. اللي هو الورد. واللي هو ملف آآ الفيديو. ممكن اضغط على ملف الفيديو. هتلاقي في ملفات فيديو كتير رجال. تمام? يعني غير الملف بس اللي انا كنت حطه فيه اكتر من ملف آآ تم استعادته من على الفلاشة. تمام? طيب. ولو انا هرجع آآ الوراء شوية آآ هضغط مرة تانية. هيبدأ يقول لي ان هنا في اللي هي الصورة. في ملف صورة استرجعه لي. هبدأ اعلم عليه. تمام كده هوت. وابدأ ارجع مرة تانية. للخلف. تمام كده? هيبدأ يقول لي ان فيه آآ برضو صورة هنا كانت موجودة. اللي هي صور عبارة عن ايكونات. ارجع تاني. تمام كده? فيه برضو اللي هو ملف آآ اللي هي الصورة دي. دي اللي انا قد حطتها على الفلاشة. فابدأ عن ازلها. تمام كده هوت. وهيبدأ هنا كان فيه ملف آآ اللي هو بي دي اس. تمام? فهو رجع لي ملفات كهيرة جدا من ملفات البي ديف اللي كانت موجودة على الفلاشة قبل كده. هبدأ اعلم له عليهم. هرجعهم كلهم. يعني معنا كده ان هو ارجع لي ملفات آآ غير الملفات اللي كانت موجودة قبل كده على الفلاشة. هبدأ ااخد خطوة الوراء. تمام كده? آآ هنا هيقول لي ان كان برضو فيه اللي هو الملف ده انا هنشوفه. هي عبارة عن ملفات آآ كانت ملفات آآ مضغوطة. فحضرتك اللي هتعمل لو انت تعلم على الملفات اللي انت في حتياج ليها ضروري وعايز ترجعها. كده انا حدقت له على الملفات اللي انا كنت عايزها. خلي بال حضرتك آآ البرنامج بيتيح ليك ان انت ترجع مجانا واحد جيجا. تمام? فانت تحاول ان انت تختار الملفات المهمة اللي انت عايز ترجعها وترجعها عشان آآ هو مش متيح ليك مجانا الا واحد جيجا. هابدى اضغط على كده هوت هيبدأ يفتح يستعرض معي جهاز الكمبيوتر. هابدى اقول له ان اعايز ارجع الملفات دي فين? هقول له مساء على سطح المكتب. تمام? وابدى اقول له موافق. هتبدأ عملية استعادة الملفات. هو هنا على طول انشاء لي على سطح المكتب. آآ ملف. زي ما حيراجش شايف كده. هو بيقول له انا رجعت لك آآ تسع ملفات. آآ نساحته مية وتلاتة ميجا. تمام تبهوت آآ بقيل آآ في الاستخدام المجاني بتاع البرنامج تم مية واحد وعشرون آآ ميجا يعني. ممكن هرجع بهم ملفات تانية فوق دك من عندي. فالاستخدام المجاني بتاع البرنامج بيديك واحد جيجا. لو حضرتك بقى حابب ان انت تستنطع بالبرنامج. تستعيد آآ ملفات مالة نهاية بتشتري النسخة من البرنامج. هقفل دي. هقفل البرنامج. هقول له النوع. تمام? هبدأ افتح المكان اللي فيه ملفات رجاء. ونشوف الملفات بتاعتنا رجاءة ولا لا. هبدأ اضغط على الملفات. تمام? نبدأ نفتح اللي هو الملفات آآ البي بي اس. ونشوف الملفات رجاءة شغالة لا لا. هضغط على اول ملفة شغاله. زي ما حضرتك شايف هو ده تقريبا الملف اللي كان موجود على التلاشة في الاول اللي هو انتحان اللغة العربية. بتاع السنوات العمل. زي ما حضرتك شايف كده البرنامج آآ فتح وشغال موجودش اي مشكلة. طيب. آآ مش هفتح بقى الملفات لان هي كلها شغالة. هبدأ اجيب لك ملف تاني اللي هو ملف آآ صورة. تمام? زي ما حضرتك كده شايف الصورة شغالة ما تقاش اي مشكلة. تمام? هنبدأ نجيب برضو ملف اللي هو كان فيه صورة بقى اللي كانت موجودة على التلاشة نفسها. تمام? اللي هو الصورة المصغرة بتاع البي دي بتاعنا. هننتظر حضرتك شايف كده. الصورة فتحت معي وشغالة ما فياش اي مشكلة خلصة. يعني بيستعيب الملفات وترجع شغالة. هبدأ ارجع خطوة الورا. تمام? هبدأ اجيب ملف اللي هو اللي كان موجود. آآ وانا مسحته ونفتح ونشوف الملف هيفتح ويشتغل ولا لأ. لحظات بسيطة حديثنا الملف يفتح. تمام? زي ما حضرتك شايف كده. اختبار اللي هو اواء الاصطف الاول الثانوي. الامتحان فتح معي وشغال. فيوش اي مشكلة. تمام? زي ما حضرتك شايف كده. يبقى البرنامج ده فعال. في استعادة الملفات المفقودة. آآ حتى بعد ما حضرتك تعمل فرومات على جهاز الكمبيوتر بتاعك. كان على او كان على او على اي برتيشن من البرتيشنات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك. طبعا آآ بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون التالي. لو انت استفدت منه تعلمتش جديد. اشترك طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان نوصل لكم من ما يكون جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.